الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وشضى الأمور محدثاتها وكل محدثة البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وعمالهم يبتغون فضلا من الله ورغوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويحذرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوقى شعح نفسه فأولئك هم المفلحون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأوف رحيم في هذه الآيات الكريمات يقسم الله سبحانه وتعالى الناس إلى قسمين قسم صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورافقوه وإيدوه ونصروه وأحبوه حق المحبة وما تركوا شيئا إلا يستطيعون فعله لمخطرته إلا قد فعلوه رضي الله عنهم وأعضاهم وأن صحابة رسول الله رضوان الله عليه وأعضاهم والصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك الصحابي هو كل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فكل إنسان ذكر أو أنثى لقي النبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك فهو صحابي يلحقه فضل الصحابة ما جاء في القرآن وما جاء في السنة وما أجمعت عليه الأمة فهو داخل فيه بإذن الله نعم تتفاوت الصحبة من حيث قربهم بالنبي عليه الصلاة والسلام فمثل الأفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكل صديق رضي الله عنه ثم عمر بن خطاب رضي الله عنه ثم عثمان بن عفا رضي الله عنه ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين فهؤلاء الأربعة مثلا هم أفضل الصحابة وصحبتهم أقوى وأفضل من صحبة غيرهم للصحابة وإن كان الجميع داخلين في رضوان الله وداخلين في الفضل الوارد في القرآن والسنة عن الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم وأما القسم الثاني في هذه الآيات فهم الذين جاءوا من بعدهم جاءوا من بعدهم وواجبهم نحو إخوانهم الأولين أعني الصحابة الكرام فأولئي الناس الصحابة رضي الله عنهم لهم واجب على عظيم يستحقون واجبا عظيما يجب على الأمة من بعدهم أن تؤديها لماذا؟ لأنهم كانوا أهل فضل على هذه الأمة وهم السبب فيه وهم السبب بعد الله سبحانه وتعالى وبعد رسوله في انتقال هذا الدين إلينا فكانوا رضي الله عنهم أروع الأمذية في كل باب ولهذا قال عنهم صلى الله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأفضل القرون أفضل الناس قرن النبي عليه الصلاة والسلام فإذا أتيت إلى باب التضحية من نفس رأيت أنهم أفضل من ضحى بأنفسهم في سبيل الله ولا يمكن لأحد بعنهم أن يضاهيهم في هذه المنقبة كيف بهم رضي الله عنهم وأنظاههم وهذا مثل واحد من أنزها الكثيرة وهم يجتمعون ألف وأربعمائة تحت الشجرة يوم الحليمية يبيعون على ماذا؟ يبيعون على أنهم سيقاتلون حتى الموت ولا يزرون ممكن لكل إنسان أن يبايع بهذا الكثير أنت فقد تحددك نفسك بأنك إذا كنت معهم أو الآن إذا طلب منك في بيعة في رضوان الله سبحانه وتعالى ونظرة المسلمين على أن تبايع بأن تقاتل حتى أن تموت ممكن أن تقول هذا لكن من يضمن صدق هذا الأمر فأولئك الناس شهد لهم الله سبحانه وتعالى بالصدق لقد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة إذن علام الغيوب والمطلع على القلوب شهد لهم بأنهم كانوا صادقين في بيعتهم وإنهم لو قاتلوا مشركين في تلك المعركة لصدروا حتى انتصروا القدل رضي الله عنه أنهم أربع مياه يبايعون رسول الله عليه الصلاة والسلام على أنهم يقاتلون حتى يقاتلون حتى ينتظروا أو يقتلوا ويؤيه يصديقهم الله سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات ليس هذا فحسب بل يصديقهم النبي عليه الصلاة والسلام بظهر الغيب فمن كان غائما منهم كعثمان رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام هاله عن عثمان وبايع عن عثمان رضي الله عنه وعرضاه هاله عن عثمان عثمان لم يكن موجودا بل نبأ إلى مسامعهم بأن المشركين قد قتلوه لكن علم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقين بأن هؤلاء الناس صادقون بايع عن عثمان بظهر الغيب صلواته ربه وسلامه على رسوله الكريم ورضي الله سبحانه وتعالى عن عثمان بن عثمان رضي الله عنه إذن من هذه المنقبة لا تكرر من بعده وكل يدعي وصلر إلى الله وقد لا تطرر ليناه بذلك لكنها ولا نفس تفهم الله إذا أتيت بباب الماء بباب النظرقة ورأيت أنهم تخلوا عن الغالي والرخيص من أجل هي الإسلام ومثل من ذلك أبو يحيى صليم الرومي عندما خلج من مكة خرج لحياءه المشركون فقالوا قد أتيتنا صعوك صعوك اللامل وتريد أن تخرج الآن بماذك ونفسك والله لا يشمعاني له فنزل من على غاسي ونزل كنانته وقالوا والله إنكم لتعلموني أني من أربى الناس رجلتا فإن أحكبتم أن لا أدرك سامل إلا أصدت بي أحدا منكم فعلت أو أفضلتكم على مالي فأخذتموه وتركتموني وحالي قالوا دلنا على مالي فتنهم على مالي وكان رجلاً غنية فأخذوا ماله كله ورحل إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ما يدنينا صدق هذا العمل وإن كان ضهيره صدق والتضحية لكن قد تدخل على أغراض الأخرى التي من أجلها يدعب التي بسببها يدخل الشيطان في بسم الأعمال هذا الرجل أبو يحيى عندما طلب المدينة تلقاهم نبي عليه الصلاة والسلام بالبشرى وقال له ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى إذن تمت الصدقة بين أبي يحيى والله سبحانه وتعالى تخلص من هذه الدنيا أو بذلك المظلم اشترى به الجنة عند رب العالمين وشهدها النبي عليه الصلاة والسلام بصدق هذا الأمر هذه المواقب لا يمكن أن تكون لغيرهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام ليس موجودا معنا حتى يشهد بصدقه هذا الأمر ومن يضمن لك الثبات حتى تموت على ذلك أما هم فقد عاشوا صادقين وماتوا صادقين رضي الله عنهم وأرضاههم فكان حجما ولزاما على هذه الأمة أن تأمب لهم قدرهم ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن من بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان هذه الأولى الدعاء لهم الدعاء لهم والتلضي عليهم وذكرهم بالخير ذكرهم بالخير لأن سيرتهم عطلة وهم بشر قد يخطئون رضي الله عنهم وأرضاههم أخطاء فردية مثل هذه الأخطاء مغمورة في بحر حسناتهم والواجب السكوت عنها والإعوام عنها وإسكاد من يمن يذكرها ويشرها بين الناس لأنه أحمر لا يعرف كيف يتعامل مع صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه هؤلاء الناس لو لا هم لخفي علينا كثير من الدين كثير من الدين لأنه نقلة الدين ويحفظت القرآن والسنة ولهذا صدق أبو زرع الرازي عندما قال من رأيته يتكلم في صحابة رسول الله فأعلم أنه زنديق إذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرآن حق وإنما هم الذين نقلوا لنا القرآن والسنة فيتكلمون فيهم ليقعنوا في شهود يعني شهود القرآن والسنة فهم أولى بالطعن وهم زنديق أو كما قال رحمه الله رحم الله أبو زرع الرازي إذ هو خبير بهواء الزنديق الذين يتكلمون في صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاه إذن واجبهم الدعاء لهم بالمغفرة والدعاء للرض عليهم وذكرهم بالجميع اغفر لنا والإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا قلة للذين آمنوا إن وجدت في قلبك قلة لأحد الصحابة فعالج نفسك فإنك وريق عالج نفسك فإنك وريق فلا تدري لعلها بداية طريق زندقة وعلى ما يجري أو ما شرى للرافض الزناديق وغيرهم الذين يتكنمون بصحابة رسول الله رضي الله عنه ومن ظهر كان أول السيل قطرة كان تعصبا لعليا يبي طالب رضي الله عنه تعصبا سياسيا ونصرة له في حوله على معاوية رضي الله عن الجميع ثم تطور هذا المذهب فصار مذهبا خبيثا داعيا إلى كبر بالله سبحانه وتعالى نعم لأن كل من طعن في صحابة رسول الله رضي الله عنه ومن ظهر جملة وتفصيلة فهو زنديق خارج جملة الإسلام لاش بلاش بل زنديق من يشرك في ظندقه لأن الله سبحانه وتعالى أذنى عليه ذو القرآن ومن تكلم عليه جملة وتفصيلة فإنه زنديق مكذب القرآن ومن طعن في أحدهم من صحابة رسول الله سيما إذا طعن بمثل عائشة المضرعة في القرآن فرماها بالسيلة فهو زنديق أو كذا طعن في من شاهد لهم نبيه عليه الصلاة والسلام بالجنة فهم مكذب لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام فهذه طريق الشيعة رافضة بدأ قدرة تعصب لعلي رضي الله عنه ثم انتهت بزندق مخشوفة حتى أصبحوا حربا على الإسلام المسلمين ورب ضارة نافعة فقد كانت الأمة إلى سنين قريبة جاهبة بحال هارلأ الناس حتى أن يتكلم الإنسان قالوا أنت تفرق الأمة ونحن ندعو إلى تقارب الجماعة وتقارب الألواء والحوار وفتح قنوات الحوار تفتح قناة حوار مع من مع رجل يرمي أمك بالزلع يقول إن أمك زانية يقول إن أمك زانية يقول إن أفضى الرجل في هذه الأمور تب وزندق عن أبي بابي استضيع تفتح حوار أمك والله لذي لا إله لها غيره لحوارك مع النصران أسهل محي من حوارك مع هذا الزندق الآن الحوار مع النصران حوار مع كافر مكشوف ولا ينتمي الإسلام فالكلام معه بينه مسلم وكاف أما هذا ينتحي أنه بالجنة وأنه صالح وأنه وأنه وأنت ناصبي خبيث هذا هو ضمنه فلما جاءت المصائف فحرب أفغانستان وحرب عراق انتشفوا على حقيقته وصدق شيخ الإسلام ابن ثيمية رحمة الله عليه قال ما قامت حرب ضد المسلمين أو تنمى نحوها إلا وظهرت بعدها دولة شيعية لأنهم كل من ينصر أعداء الإسلام المسلمين على المسلمين لأنهم لكنهم يتسترون في جنة الإسلام فالذي يقعن في يوم المؤمنين يعاش يرميها بالزنة سمديق شام أمك يقعن في أمبات الصديق وعمر وعلى هؤلاء الناس الذين هم المقربون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم نقلة الدين يقعنون فيهم ليقعنوا فيه ولهذا تجد هؤلاء الناس هم الذين يعمرون المشاهد هم يعمرون القبور ويعتفون عليها ويعمرون وهو أهل الشب وهم أهل الاستقاة بغير الله وهم الاستعالة بغير الله لو قرأت في حالهم لرأيت أنهم على ملة في ملة الإسلام ثم يأتي بعد هذا ينعق ناعب في الفضائيات أو يخرج لنا على النغابر ويقول الخلاف بين السنة والشيعة خلاف النسير نقرب بينهم ولا مشكلة بل أن الكلام في الشيعة إنما هو بحث على خطائهم ولهم على خير هذا الكلام إما منافق علم النساء أو جاهل لا يعرف حولا الناس والله الذي لا إله أغيره قد يرحمك المسلم الكاغر والله يقدر عليك لأن يرحمونك لأنك ناصبي كاغر من ضريب ومهد التقية يكذبون على الناس ولكن